المطشاط اللي من النوع ده بيكون لها تقوص خاصة في البيت وحبيباتي البنات والستات اللي بيسمعوني دلوقتي مش محتاجة أقول لكم أن الأجواء بتكون مكهربة مكهربة إزاي؟ هقول لك أكيد أنتم عارفين لوحدكم من غير محد يقول لكم ومن غير مطلع أقول لك إنك لو اتصلت بخطيبك أو بعاتيه لرسالة على الواتساب وما ردش عليكي ما تزعلش منه وما تقفشيش عليه أرجوكي لأنه بيكون في دنيا غير الدنيا وحال غير الحال لو جوزك ما عارفش ينام اللي لدي ما تستغربيش مش عشان عنده قرق أو قلقان عشان بيفكر في واحدة تانية غيرك لا سمح الله لا لا خالص هو أكيد قاعد بيفكر في نتيجة مطش بكرة ودماغه عمالة تودي وتجيب وبيسأل نفسه بيسأل نفسه أسئلة كثير مهمة كهرباء هيلعب أساسي ولا احتياطي؟ طيب جده فريرة هيبدأ بعبد الشافي؟ ولا عمر جابر نحية الشمال؟ طيب محمد شريف ناوي يرجع مخيف؟ ولا لسه مش في الفورمة؟ طيب يفتكر مثلا أو يقول لنفسه تفتكر سامسون ممكن تكون بدايته الحقيقية في المطش ده؟ ولا هيحصل زكريا الواردي؟ وقيمة من الأسئلة الطويلة العريضة من النوع ده في رأسه يعيني أنت لا تعلمي عنها شيء لا تعلمي شيء عن الصراع اللي في رأسه وفي عقله فمرة تانية من فضلك بعد إذنك إذا تكرمتي النهاردة وبكرة حاولي تتفادي جوزك وتتلاشي وبلاش في النبي بقى تصدري له مشاكل أو تطلبي منه طلبات ملاش لازمة اليوميندول بالذات؟ خالص ما حبكتش ما حبكتش اليوميندول هم عنده كام يوم في السنة احنا عارفناه وانت عندك السنة كلها اطلبي فيها اللي انت عايزة مش لازم في اليومين بتعمطش الأهلي والزمالك تفتكري ان انت ما عندكيش صلصة في التلاجة أو ان العين الصغيرة في البتاجاز مسدودة وهو لازم يسلكها أو الحالة التفال اللي كنت ناسيها عند مامتك من آخر عزومة وبنت خالتك خدتها ولا أختك حطتها على اللي مش عارف إيه لازم تجيبيها ضروري عشان مش عارفة تسلو إيه كرومبا فين تسلو إيه كرومبا في أي حل يا مدام مش لازم تطلعي المشاكل دلوقتي للراجل اللي قاعد معاكي عشان هو اليومين دول مهموم بمطش الأهلي والزمالك بعدين لو لقيت جوزك فجأة كده سرحان هيمان باصص في السق أو وشه في الأرض أو ساكت خالص وبتسأليه أحضر لك الغداء إيه هو ما بيردش عليكي أو أعمل لك كوبية شاي حبيبي وهو مش سمعك خالص عدي هاله مرر يهاله ما تلاقيش عليه هو تمام وزي الفل لا عنده اكتئاب ولا في حد مدايق في الشغل ولا بيفكر في قصة المدرسة اللي ما تدفعش ولا أي حاجة خالص هو يا حبيبي الحكاية وما فيها أنه بيكون عنده عرض طارق اسمه القنمفوبيا ده عرض مش مرض بياخد وقته بيروح فاتطمني هو في اللحظات دي غالبا بيفكر إنه لا قدر الله لو الفريق بتاعه أو فرقته اتغلبت هيهرب ويروح فين من تحفيل صحابه اللي اتها على الفيسبوك أو تاني يوم في الشغل فمش عارف يروح فين ويجي منين بيفكر بيحط السيناريو اللي مش حلو وإنه هيحصل إيه لو اتغلبنا وحفله علي عشان كده بقولك من دلوقتي هو أهو من دلوقتي هو لو فرقته اتغلبت ما تبقش أنت والزمن وصحابه اللي بيحفله عليه عليه صحابه اللي بيحفله عليه وانت ما تكونوش عليه هو يتقربي منه على أقل كده تلات أيام تلات أيام كده لحد ما الحكم يطلق صافرته في نهاية المباراة أول ما تسمعي الصفارة تعدي على صوابعك كده 72 ساعة تعدي على صوابعك كده 72 ساعة التفلسط بعد شو إليك عدد عشرة تعبير مجاز تعبير مجاز تعدي على صوابعك 72 ساعة قبل ما تفكر يتفتحي معاه باب أي منقشة أما بقى لو جوزك فريق وكسب مش قادر أحكي لك يا سعدك يا هاناكي هتلاقي تحول للعفريت اللي في مصباح علاء الدين فجأة هتلطلبي وتمني زي ما انتي عايزة يا ستة الكول لو كان قيلك من ساعة مش معايا فلوس سبحان الله لو فرقته كسبت أو فريق وكسب هتلاقي الفلوس ظهرت مرة واحدة كده من عند ربنا تيجي تطلبي منه 200 جنيه ديكي 400 ما تبقيش فاهمة ليه وازاي بس هو كده مصلحة عدها فلو الفريق اللي بيشجعه كسب سواء أهلي أو زمالك حاولي دايما في الساعتين دول يا مدام اللي بعد المطش تبلغيه بأي خبر وحش كنتي مخبيه عليه يعني مثلا لو حرقتي بانطلون هو بيحبه وانتي كنتي بتكوي هيقولك فداكي حفلة لو كيكة البرتقان اللي بيحلم بيها من أول الأسبوع أو من السنة اللي فت وانتي معملتهاش وانعرفة انتي معملتهاش لو الكيكة تلاسعت منك مثلا هيقولك هاكلها برضو وكده كفاية عندي بالدنيا كويس انتي بتكرتين يا ست الكل